ونبقى في حركة رأس المال ومنحنياته السلبية والإيجابية فقد تجمع العشرة من أصحاب محلات الحدادة في حي هوهنة في السليمانية أمام رئاسة بلدية السليمانية احتجاجا على زيادة أجور محلاتهم ثمانية أضعافة ما يهدد مصدر رزق عشرين ألف أسرة وقال أسو علي ممثل المحتجين أن ألفي صاحب محل من المهن المختلفة يعانون منذ ثلاثة أعوام من مشكلة زيادة أجور المحلات إذ وصل سعر المتر الواحد أربعة ألاف دينار بدلا من خمسمائة قبل سنوات أتحدث عن وصول معاناة الحدادين إلى رئيس الاتحاد بافل طالباني لكن المشكلة ظلت تروح مكانها في إشارة إلى ارتفاع أسعار الإجارات ثمانمائة بالمئة رغم أن حركة السوق لا تتلاءم مع هذا الارتفاع وهذه الرسوء